موسيقى طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدين كون أن عجلة الأحداث الرياضية في الدولة لا تتوقف إطلاقا وخاصة في هذه الفترة المهمة من الموسم الرياضي فعليه برنامج جمال عبنة يواصل تغطياته اليومية ومواكبته لكل جديد على الساحة الليلة حلقة مليئة بالمحاور المهمة منها بدء العد التنازلي لكأس العالم للأندية وملف القضية التي نقف فيها على القانون الجديد الصادر من رابطة دور المحترفين وأبعاده وأهميته للمرحلة القادمة هذه المواضيع أكثر من ذلك أناقشها مع ضيوفي العزاء الأستاذ أحمد خليفة حمد رحبا فيك بخليفة مرحبا لحيك أيضا لساد ضياد الدين علي بوزياد بسال خير أهلا وسهلا بكم البداية ستكون مع كأس العالم للأندية والذي انطلق عده التنازلي منذ اليوم ببجموعة من المبادرات والحملات الترويجية قبل أن ننتقل إلى قانون رابطة المحترفين الجديد بالسماح للمقيمين والمواليد من سن السادسة عشر إلى الثامنة عشر عاما بالمشاركة في مسابقات الرابطة قبل أن نختم حلقة الليلة مع ملف الجماهير والتي أعطت عودتهم للمدرجات نكحة مميزة لدورينا ومسابقاتنا المحلية منذ اليوم والحملات الترويجية والتسويقية بدأت لكأس العالم للأندية وفي مختلف مدن دولة الإمارات العربية المتحدة حدث آخر عالمي يضاف إلى خارطة الأحداث والفعاليات المهمة التي تصدفها الدولة في هذه الفترة من العام والتي تعطي أبعادا اقتصادية وتسويقية مميزة مشتركة بين الفيفا واللجنة المنظمة لأن الأحداث الضخمة قدرها أن تنظم في دولة الرقم واحد دائما ولأن الرياضة في دولة الإمارات هي مفردة للجميع وفيها نلتمس الإنجاز والتنظيم نقف من جديد على أبواب استضافة عالمية ضخمة لمنديال الفيفا الأول على مستوى الأندية كأس العالمي للأنديا في ضيافة العاصمة أبو ظبي فبراير الفين واثنين وعشرين وعليه بدأ منذ اليوم العد التنازلي والفعاليات الترويجية لهذا الحدث المهم على رزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تتضمن عودة ظبي التعويذة الرسمية للبطولة بعد ظهورها الأول في النسخة الأولى عام 2009 إلى جانب تنظيم جولة لكأس البطولة الرسمي في عموم إمارات الدولة وتشمل أجندة الفعاليات كذلك عددا من برامج البطولة المجتمعية والنشاطات التفاعلية التي تهدف إلى تحقيق التأثير الإيجابي بمختلف فئات المجتمع في الدولة وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الكبرى وتشجيعهم على اتباع نمط حياة رياضي وصحي كما تساهم التعويذة الرسمية ظبي وجولة الكأس برفع وطيرات الحماس لدى الجماهير من خلال الجولات والأنشطة المتنقلة في إكسبو دبي 2020 وعدد من الأماكن العامة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة البطولة التي تنطلق في الثالث من الشهر القادم تشهد مشاركة نادي الجزيرة ممثل الإمارات بالإضافة إلى ستة فرق حول العالم تتنافس ضمن مباريات اقصائية للحصول على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم للأندية وبالتزامن مع قرارات الجهات المعنية في الدولة لضمان صحة وسلامة الجميع سيكون الحضور لمباريات النسخة القادمة من كأس العالم للأندية الإمارات 2021 ابتداء من عمر الثاني عشرة عاماً فما فوق مع التطبيق البروتوكولات الصحية المتبعة محلياً لتحقيق أقصى درجات الإفادة من هذا الحدث دون أي أخطاء وهو نهج دولة الإمارات منذ بداية الجائحة والتي قادتنا لأن نكون الدولة المفضلة لاستضافة أضخم الأحداث العالمية ترجمة نانسي قنقر بالحديث عن كأس العالم للأندية أبو خليفة قبل ما نتكلم عن الحملة الترويجية لازم نرجع ونذكر أن هذه المطولة كانت لازم تقام في اليابان ونظراً لاعتبارات كوفيد 19 وأمور الحجر الخاصة باليابان ودول شرقاسية الصعبة نعمة ارتأت الفيفا أن تحيل هذا الملف إلى دولة الإمارات وهذا يعطي انطباع كبير أن الفيفا يثق ثقة كبيرة في دولة الإمارات من ناحية الجاهزية وأيضاً الأمور الأخرى المتعلقة بالسفر واحتضان الفرق ووجود الجماهير بسم الله الرحمن الرحيم علي الفيفا يراقب البطولات حول العالم ويراقب أداء الدول وأداء الاتحادات واللجان المنظمة في مختلفة العالم في تنظيمهم الأحداث الكبرى ونحن والله الحمد في فترة جائحة كورونا استضفنا كثير من البطولات وستضفنا تصفيات مجموعتين مجموعة الإمارات ومجموعة الصين التي كانت في الشارجة ومجموعة الإمارات في دبي وفي نفس الوقت كانت مجموعة الصين كانت في الشارجة وخرجوا على أعلى مستوى من ناحية الصحية من ناحية تنظيمية حتى حضور الجماهيري في وقته لما كان الحضور الجماهيري في بدايته وكانت هناك بروتوكولات يمكن أكثر التزاما من الآن الذي صار فيه يمكننا نقول فيه شوية أكثر نسبة حضور فيه أكثر يمكننا نقول بعد التطعيمات التي صارت بعد الإجراءات الاحترازية التي صارت في مختلف الدول صار هناك يعني تعود من الناس على الإجراءات لأن كانت الإجراءات بالنسبة للناس لم يكن في البداية لم يكن مستساغة أو متقبلة الآن الفيفا لما اليابان اعتدرت عن الاستضافة واليابان بحجم اليابان وإمكانيات اليابان كانت عملية المداورة ما بين تكلم عن دولة الإمارات اليابان للمغرب يعني سنتين سنتين صحيح كثقة الفيفا في هذه الدول من ناحية التنظيم لكن اليابان اليابان مستعدة لها من فترة طويلة يعني مستعدة يمكن فلما نقلت البطولة هاي واسندت إلى الإمارات كان الوقت خلنا نقول ضيق لكن الفيفا عارف للإمارات عارف اليوم هذه ليست أول نسخة احنا استضافنا أربع نسخ وهذه النسخة الخامسة وهذه النسخة الخامسة ما كانت مقررة الإمارات من البداية لكن بروف الجائحة يعني وجهت وجهت الأنظار إلى الإمارات الإمارات اليوم الله الحمد متميزة في استضافة لحداث الكبرى احنا ما نخلص من الحدث ويدخل علينا حدث كبير وآخر بطولة كأس العالم الأندية اعتقد أنها واحدة من قمم البطولات على مستوى الفيفا تجمع أبطال القارات تجمع أفضل اللاعبين أفضل الفرق أبطال أبطال القارات يعني الأمور هذه كلها كلها موجودة اليوم في هذا الوقت فبالتالي الفيفا اليوم لما ينسد هذا الشيء إلى دولة الإمارات عارف أن الإمارات في وقت قصير قادرة على تنظيم قادرة على يعني ترتيب كل الأمور ترتيب كل الأوراق يعني تجهيز طبعا البنية التحتية الموجودة الجاهزة تجهيز كل الأمور يتعلق فيها الأمور اللوجستية والله الحمد هنا تكلمنا فيها كثير احنا الحمد لله في دولة نتمتع بأعلى مستويات الأمور اللوجستية من المطارات من وسائل الناقل من الاتصالات من أماكن الإقامة حتى المأكلات وتلوحها وجودتها اليوم كل هذه الأمور اليوم كلها تأخذ بالاعتبار عند الاستضافة بالإضافة طبعا إلى يعني الدولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول في ناحية تعامل مع جائحة كورونا سواء في الفترة الأولى وحتى في الفترة الثانية في فترة التطعيمات وفترة التحصين واستجابة أفراد المجتمع لها حتى الاستجابة احنا لاحظنا في دول كثيرة هناك معارضة من خلنا نقول من أفراد المجتمع لكن دولة الإمارات الحمد لله الحمد لله الوعي كبير بالنسبة للمواطنين والمقيمين وحتى الزائرين الوعي كبير باهمية التجاوب والتزام بالبرتوكولات الصحية بالتزام بكل ما تصدرها الدولة من تعليمات هدفها المصلحة العامة والصحة العامة والسلامة من أول يوم الإمارات شعارنا السلامة أولا وهنا أساس الحمد لله اجتزنا مراحل صعبة من الجائحة اجتزناها وبالتالي نعكس هذا اليوم في مرحلة التعافي نحن دخلنا يمكن أن سبقنا الآخرين في مرحلة التعافي ونعكس هذا على استضافتنا لأحداث الكبرى سواء رياضية وغير رياضية يمكن حتى معرضة الشارج الكتاب كان حدث عالمي كبير في وقت الجائحة في وقت الدول الأخرى تعتذر أن استضافة أحداث ثقل عن هذا لكن الحمد لله ودولة الإمارات وصلنا للمرحلة وصلنا أن الجهات العالمية من الضوات العالمية مثل فيفا وغيرها تثق في قدرة الإمارات في الاستضافة الآن حتى هذه الاستضافة تصبت كل استضافة مميزة لأنني كنت اليوم دخلت على الاستضافة في وقت ضيق جدا بالنسبة للدول هناك ملفات تقدم الاستضافة في أوقات متقدمة لكن لما توضع في المقدمة في حالة اعتذار الدول الأخرى أعتقد هذه شهادة كبيرة من الفيفا وحتى من الاتحادات القرية الأخرى نرى أننا نقل بطولة المكالمة ملاكمة من الهند إلى الإمارات وكذلك ونجاحها في الإمارات وخروجها بالشكل المميز هذا اليوم أن نتوقع كل المنظمات العالمية وكل الاتحادات الكبيرة تراقب أداء الدول في صدافتها للأحداث الرياضية وبالتالي تكون هناك أولوية وتكون هناك أمور يتم النظر فيها ويتم راعاتها في حالة الطوارئ اليوم بدأ العدد التنازلي نحن في خضم الأحداث الرياضية المحلية والخارجية أننا اليوم ننظم دولة المرأة ننظم كأس العالم لابد أن كنت اليوم إحساسي يكون موجود في الداخل قبل أن يكون في الخارج سأعود لموضوع كيفية الترويج لكن أبقى في نفس المحور مع أبو زياد ممكن أيضا الفيفا أنا أقول للجمهور ممكن هذه تكون آخر نسخة بالنسبة لكأس العالم تقام في دولة الإمارات لأن أيضا طبيعة البطولة ستتغير إلى نظام التجمع الذي كان يبقى للفيفا يطبقها في هذه السنة لكن رتاء أنه يؤجلها إلى 2024 الجمهور على موعد مع بطولة ممكن تكون مميزة لا تكون مكررة في السنوات القادمة أو تتكرر بنظام آخر ممكن في دولة الإمارات أو في أي دولة أخرى صحيح بسم الله الرحمن الرحيم دعنا نقول حكتين مهمين أو في ملف 2009 أو المنديال يعني تعرف الليابان صدرت مشكلة للفيفا أساسا بيعتذارها عن تنظيم الدورة في 22 وفي نفس الوقت الإمارات قدمت طوق النجاة للالتحاد الدولي بكل جاهزية اللي ممكن تخليه يعني ما يشيلش هام بالنسبة لبطولة كانت عاملانه إزعاج كبير في رزنامتو اللي عايزي سدادها وزي بطول أنت كان آخر دورة ينظمها لها بسكلها الحالي لأن النووي يعني بالله يزود أعدادها ويزود يخليها لها حيثية أكبر لأنه كانت دايما فيها يعني صغرات أو انتقادات للفرق اللي بتيجي على الجاهز من الدور التالت أو الدور التاني فبيعتبروا أنه فيش فيها تجافة فرص كبيرة بين الفرق وبعضها والأنديال المشاركة دي ممكن أنها كانت أكبر معضلة وفي نفس الوقت البطولة محتاجة يعني يكبرها على حساب بطولات أخرى ويديها عتبار بتقام كل سنتين وتكون لها حضور أعلى يعني الامارات يعني الهامش اللي خليها تتطلع بتنظيم هذه البطولة يمكن البعد الرياضي فيه قد كده لكن العناصر الأخرى اللي بتخص الامارات كدولة هي اللي جعل تنفيفها يبص الامارات بعين الاعتبار ويراه أنها المكان المناسب لصدافة البطولة طبعا مش بس الناس اللي بترأي بالبطولات دي وحضورها بتعمل تقارير عنها وبتقول هي مجهزة أكثر من غيرها المشاهدات المباشرة والحضور يعني انفنتينو ما يعطر هنا ورجال اللي فيه ما يحضروا يتبع البطولة والفرق ما تيجي تشارك كل ده بيعمل لك دعاية مباشرة أقوى بكتير من الدعاية اللي بتكون يعني مكتوبة بكلام في الورق إن لم يكن يعني ما يقضر مكتوب الورق مصدق بالمشاهدة وبالعينية وبالتجربة الميدانية بيعزز جدا يعني خلينا نتكلم بصراحة الامراض كانت في أوائل الدول اللي تعاملت مع الجائحة بتدابير والجراءات الوقائية وفي نفس الوقت كانت في أوائل الدول اللي استعادت الحياة الطبعية بعد انقضاء يعني الجائحة وانحصار موجتها الكبيرة يعني ففي كل الأحوال بتثبت أنها عندها آلة عالية جدا جدا في التعامل مع الأحداث سواء كان في أزمة أو في غير أزمة وما بالك بأعداس رياضية انت عامل فيها يعني دايما الامارات عندها يمتياز التنظيم على أعلى مستوى يعني تريد مارك بنسبة لأي بطولة لأنك تقول لأمارات خلاص انت صرفت نظر أي بطولة أسيوية أي بطولة دولية أي بطولة قرية بتلاقي النظرة للامارات إنها هي هتأمن لك كل الحاجات اللوجستية والأمور المرتبطة بالتنظيم على أعلى مستوى يبقى لها مش الرياضي يبقى ويمكن يعني نزلتهم للمشاركة الإماراتية في آخر دورتين بالذات أعتقد كان فيهم يعني رواق كبير كبير للكرة الإماراتية يعني يعني تسعة وعشرة كان فعلا حضور شاب الأهلي وبعد كده الوحدة ما كانتش بالدرجة كان حضور شرفي إلى حد كبير لكن آخر دورتين سبعة عشر وطمانتاشر أعتقد سبعة عشر وطمانتاشر كان فيها يعني حضور طاغي وجميل ومشرف للكرة الإمارات الجزيرة كان حاضر يعني بمستوى يعني أبهرنا قبل ما يبهر حتى المنافسين الآخرين يعني والعين في نفس الوقت عمل إنجاز أكبر من اللحقة والجزيرة في الدورة قبلها وصل للدور النهائي وكان يعني فعلا حضور طاغي وجميل ويعني كلنا زهونا بالعين وفرحنا بها أكتر وحسنا أنه فعلا زعيم بمسل كرة الإمارات وبشرفها في محفل الدولي كبير يعني بالحديث عن الملاعب المستضيفة الترويج وخليفة نحن كنا نستضيف في أستاذ هزاع بن زايد وأيضا أستاذ محمد بن زايد هذه المرة راح أو أستاذ مدينة زايد أيضا هذه المرة راح يكون في أستاذ أعلن هيان نادي الوحدة وأيضا أستاذ محمد بن زايد في نادي الجزيرة هذا يعطي انطباع أيضا عن تنوع الملاعب والبنى التحتية الموجودة لإستضافة هذه الأحداث والفعاليات نعم الحمد لله نمتلك الكثير من المؤشعات الرياضية والتنوع اليوم الذي يصير حتى يعطي فكرة للعالم وكذلك نحن ممركزين على ملعب وملعبين في دولة الامرات نحن نمتلك العديد من الملاعب الملاعب حتى كانت في فترة قريبة تم تطويرها وتحسينها وإستضافة مثل كاس آسيا مثل ملعبها نهيان في نادير وحدة تم تطويرها وتحسينها إستضافة مجموعة من مجموعات كاس آسيا أو قبل الأخيرة التي قيمتها في الإمارات فاليوم نمتلك ملاعب نوجه منها خلالها رسالة للعالم لأننا دولة الاهتمام بالرياضة فيها موجود على مستوى وفي كل أماكن وفي كل أندية هاي الأندية هل ملاعب ملاعب أندية ليس ملاعب بالذات ملاعب محمد بن زايد مثلا وملاعب أنهيان في بوظبي ملاعب حتى ملاعب زعب بن زايد هاي ملاعب أندية حتى في التصفيات تم إستضافة منتخب سوريا الصين في ساد الشارقة في الوصل في الشارجة كلها ملاعب أندية فبالتالي اليوم أنديتنا تمتلك هذه البنية أساسية لا أعند أننا نتكلم عن ملعب مدينة زايد يعني طبعا ملعب كبير وانشئ في فترة من الفترات وهو قاد كثير من أو عطس توجه لكثير من أندية في عمل ملاعب عصرية أفضل في الفترة الأخيرة فبالتالي اليوم إذا أنديتنا تمتلك مثل هذه البنية التحتية الجميلة الحلوة على مستوى التي نفتقدها في كثير من دول العالم والتي تعطي الرياضيين انطباع أن دولة الأمارات اليوم أنها مقر أو وجهة التي استضافت البطولات الكبرى أنها تمتلكها من بنية التحتية الآن الجماهير في كل الملاعب ستجد راحتها وتجد كل الأشياء المطلوبة وتوفرة لها وعملية الدخول والخروج وعملية البروتوكولات في النبتوكولات الصحية المطبقة تكون مطبقة في الأماكن كلها سواء صديفة في أي استاد من الاستادات اليوم الأداء الأداء الفرق المنظمة ليس مرتبط بس بالملعب اليوم مرتبط بقيمة وأهمية البطولة 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 اليوم أفضل للفرق أبطال القارات موجودين بالتالي اليوم عندك أفضل اللاعبين وأغلى اللاعبين يكونوا موجودين من كل حتى ناد الجزيرة ممثلنا اليوم ما نقدر نقفل قيمة اللاعبين القيمة الفنية القيمة المالية القيمة التسويقية الترويجية لهذا اللاعبين فبالتالي أنت عندك رسائل كثيرة توجه للعالم من خلال الملاعب هذه من خلال الشكل الملاعب والشكل الحديث وتواجد الجماهير الذي يشجع الفراق ويشجع اللاعبين على الأداء وقربهم منهم وهذا شيء أعتقد أنه أحتى عناصر النجاح للبطولة بالنسبة لللجنة المنظمة عملت جولة بالنسبة لكأس البطولة في دولة الإمارات الجولة أعتقد الحملة الترويجية بدأت اليوم للتعريف أو مش للتعريف لأيضا لإعطاء حملة ترويجية للبطولة ومنها تعويذة البطولة التي هي الضبي العمل موجود بالنسبة لمجلس أبوظب الرياضي والترويج لهذه البطولة طبعا أنا أحيي الجهود جدا وزكاء من اللجنة المنظمة واستثمار لحدث كبير ومهم يصنع منصة عالمية للحضور الإماراتي وإن لم تكن هذه الفرصة سنيحة الاستثمار بهذا الشكل هنما مؤثرين في حق نفسنا يعني الزكاء عالي وقدرة على الترويج واستثمار للحدث في وقتها وفي مكانها وده اللي كان منتظر ومرتقب من أبوظبي كعاصمة للرياضة في المنطقة ويحضرها اللي كان إلى حد كبير بيفرض نظرة الإتحاد الدولي في معظم فعلابات كثيرة تلاجه نحو أبوظبي مازلنا نذكر الفرمولة ونذكر كمان الجوجيتسي ونذكر كثير مطولات تذهب عندها وتأتي إلى أبوظبي تلاقي رواج واستثمار عالي جدا فدي جزئية مهمة والعاصمة لازم تكون على مستوى الحدث شكلا وموضوعا كما يقال البطولة أنا شايف أنها أما أقلب وخليفة حياتة الملعب خلينا نقارن كذا نشوف في أفريقيا مثلا حاليا كاس أفريقيا في الكاميرون الملعب مش كل حاجة في أي بطولة على فكرة والبطولة حدود الملعب والمباراة ما عادها كثير كثير من الأمور التنظيمية والشكلية والاعتبارات التي هي مرتبطة تحتب الدعاية عشان تروج لازم يكون عندك ما تروج به لنفسك فأنت ما تبدأ الترويق بدري معناه أن كل الأمور الخاصة بالملعب انتهت ومنتهي منها ما عندك مشكلة أنت بتعمل لوقتي الجزء اللي هو يعني اللي بتزوق بالطورة الكريمة الفوق الوش وتجمد المشهد ككل اللي بدأ دلوقتي ده بنقول إحنا جادرين بتنظيم هذه البطولة إحنا إحنا لأن الحدث ده بالنسبة لنا مش حاجة يعني واو هننتشي بيها لا هو جايلنا هيكبر بينا كمان وإحنا هنديله أكتر ما ناخد منه فهو الفكرة أن البطولة جاية أبو الزبي عشان ترتقي أكتر وتحقق رواق أكتر وده اللي بتعملها بزابة دلوقتي بتستثمر الحدث وتحقق منه أكبر ما قدر من الدعاية والترويق نغلق هذا الملف وننتقل للموضوع الآخر ومع بداية الدور الثاني سيسمح بمشاركة اللاعبين المقيمين والموليد من سن السادس عشر عاما فما فوق في مسابقات رابطة المحترفين القرار بلا شك يأتي لخدمة المشروع المستقبلي لكرة الإمارات ويتيح الفرصة للأندي لإكتشاف مواهب جديدة منذ سن مبكرة وتأهيلها مع الفريق الأول لإكتساب خبرات أكبر عجلة التصحيح مستمرة وفيها تحاول السلطات الإشرافية على كرة القدم في الدولة بجهود دؤوبة إضافة كل ما يمكن أن يساهم بتطور الكرة الإماراتية قرار جديد صدر صباح اليوم كان مفاده السماح لمواليد الدولة والمقيمين من المرحلة العمرية السادس عشرة إلى الثامنة عشر عاما بالمشاركة في مسابقات ربطة المحترفين بداية من الدور الثاني قرار على حد الرابط جاء لزيادة شريحة اللاعبين المواليد والمقيمين في المسابقات المحلية للاستفادة منها على أكمل وجه وإتاحة الفرصة لهم ولمواهبهم للظهور مبكرا مع الأندية والفراقة وتم ذلك بعد إجراء دراسة قانونية لمشاركة هذه الفئة وبعد التنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم القرار أبعده واضح وهو المشروع المستقبلي لكرة الإمارات وفيه نسعى للاستفادة من هذه الفئة لأبعد مدى ممكن القرار القديم كان لا يسمح بتسجيل المقيم دون السن التاسعة عشرة عاما والآن الفرصة متاحة للأندية لاكتشاف نجوم جدد يخدمون مشروع كرة الإمارات الذي عانى في السنوات الماضية من التراجع في نتائج جميع المنتخبات ومشاركات الأندية الخارجية الذي انعكس على تصنيف مسابقاتنا المحلية كذلك القرار الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد أيام على أمل مشاهدة أول مشاركة يدخل على إثرها النادي واللعب التاريخ من الباب الواسع ترجمة نانسي قنقر الحديث عن هذا القرار الجديد الذي يخدم المواهب بشكل كبير في سن مبكرة ويخدم كرة الإمارات الاستفادة في فريق 16 وال18 أبو خليفة أعتقد أنه أيضا يعطيه مجال كبير لعملية أن يشارك اللاعب المقيم أيضا في المنتخب مثل ما شفنا بعض اللاعبين أنت محتاج خمس سنوات حتى أن تستفيد بعض اللاعبين في عملية التجنيس لكن هذا القرار مميز جدا أن من سن 16 ممكن أن تستفيد من اللاعب المقيم ومواليد الدولة علي نحن الآن من صدور هذا القرار سمح مشاركة اللاعبين المواليد والمقيمين ما استفدنا منها هذه الاستفادة المطلوبة المفروض أن نستفيد منها نرى أن عدد اللاعبين المقيمين والمواليد في المراحل الدنيا الثناعة و الثلاثة عدد ستة سبعة ثقانية في الملعب أو سبعة في الملعب و يتقلص هذا الرقم كلما يصعد اللاعب في الحركبة و في الآخر نستورد اللاعب مقيم و اللاعب المواليد إذا تكلمني عن اللاعبين المقيمين أنا يحضرني أبو ناموس مع بن ياس يمكن الرفاعي مع الظفرة أو الوحدة هذين اللاعبين المقيمين لا الرفاعي موجود في خرفة كان حاليا ليس بالشكل الذي كنا نتوقعه كنا نتوقعه أن الأندية تمتلك ذخيرة أكبر من اللاعبين هذه من المقيمين و لكن اليوم ليس بغلط أننا نرجع ونصحح بعض الأمور التي لم يأخذنا في الاعتبار في المرحلة الأولى أنا أعتقد أن بداية مصدور هذا القرار هذه المرحلة الثانية من ناحية تطبيق قرار مشاركة المواليد والمقيمين فالشيء جيد جدا لأن هناك كثير من المواهب موجودة لا بد أن نعطيهم نعطيهم مجال المشاركة بس لما تتكلم عن المسابقات الرابطة يعني أنه هو يشارك في أقل يعني مسابقة السنن هي الدور الرديف الدور الرديف اللي هو طبعا هو دور المحترفين ودور الرديف هم مسابقات الرابط يعني الرئيسيتين اللي موجودين موجودين فبالتالي اليوم إذا كان عنا تكون عنا موهبة في عام 16 أو 18 سنة وتلعب مع سن أكبر هذا يصب في ناحية سقل هذه المواهب بما أنا كنت تكلمت عن يعني الرديف بالتحديد إحنا يسعدنا نرحب بالكابتن سمير الشاذلي مدرب فريق قناة الإمارات تحت 21 سنة كابتن سمير مسأل خير مسأل نور كابتن علي مسأل نور والسرور والصحة والعافية على الجميع كابتن سمير في البداية أعتقد أن هذا القرار للكثير من الإيجابيات بالنسبة لكرة الإمارات وأنت أحد اللي راح يستفيدون من هذا القرار لأنه في لاعبين مميزين في سن 16 و 18 أبعاد هذا القرار وإيجابياته بالنسبة للمرحلة القادمة في عملية سقل بعض اللاعبين والاستفادة منهم في أندياتنا والله كابتن علي في البداية رحبه بالأسادتنا الكبار في الاستوديو والأستاذ خليفة والأستاذ رياء والمسيو على كل أستاذ المشاهدين على قرارة الشرق الرئيسية وزملائنا في الاستوديو كقرار مبدئين نشوفه قرار ذكي قرار فيه كثير من الإيجابيات يعني كسياغة بطبيعة وكمشروع مستقبل لأنه تقريبا من التجارب اللي شفناها في المنطقة موضوع المقيمين صار اليوم موضوع مهم جدا في تقويت جودة اللاعبين المنتخب خاصة لكن إذا كان ركسوا على القرار في حد ذاته هي الإضافة أنه اللاعبين اللي بدون عقد اللي هما يعتبروا من فئة المقيمين اللي 16 سنة للأقل من 18 سنة يحقون لهم أنهم يشاركوا اليوم في مسابقات رابط المحترفين بمعنى لا شك فيه بدون عقود هذه الإضافة نحن أريد نعرف القانون في البداية يسمح اللاعب 16 سنة كفئة المواطنين وأبناء المواطنيات أنهم يحقون لهم يلعبوا في المسابقات هذه بالضبط اليوم الإضافة الإضافة على مستوى المقيمين هنا ممكن نشوفوا الإيجابيات موجودة بما لا شك فيه لأنه إذا كان اليوم لاعب 16 سنة مقيم يلعب في فريق أول يعني كجودة عالية نحكي أنا وإلا في مسبقة رديف اللاعب هذا ممكن بعد خمسة سنوات يعني قانون الفيفا بالطبيعة كما نعفو الكل أنه مقيم يعني بعد خمسة سنوات أنه يوصل في سن 21 سنة 18 سنة يقدر يكون لعب مجنس يعني كما شفنا في كثير تجارب في المنطقة عطت الأكل وزاد الإضافة كبيرة على مستوى جود اللاعبين في المنتخبات يعني كقانون كتشريع حاجة إيجابية حاجة مهمة المستقبل كورة في الدولة لكن كما حكينا كما تكرم الأستيرنا أبو خليفة فهنا فرق شوية عنها لأنه كان نتأمل بين الموضوع التشريعي وموضوع التطبيق على المستوى العملي يعني في الدولة والإحاطة باللعب المقيمين نحسوا في شوية يعني في المنظومة قابلة للتصحيح بمعنى آخر بالتحديد كابتن سامير تذكرت نقطة مهمة جدا أن اللاعب إذا ما بدأ في سن السادسة عشر سيقدر يمثل المنتخب أو أن يمثل أي منتخب سواء منتخبنا أو منتخب آخر إذا مشارك في دورية هو لكن المشاركة بعد خمس سنوات في سن السادسة عشر وبالتالي عمر اللاعب يكون في الواحد وعشرين أو اثنين وعشرين سنة فهذا عمر مميز للاعب ممكن تستفيد منه لازم نوضح الأمور شوي لهناء كابتن علي نحن عانا تجربة في الدولة ممكن تجربة تيجالي وتجربة كايو وتجربة ليما نسكن الفهمين الموضوع هذا أن تجنيس انتاحهم صار بعد خمس سنوات إقامة في الدولة اعتمادا على قانون الفيفا بالطبع الإيجابية موجودة لكن السلبية أن اللاعب هذهم جنسوا في سن كبير شوي يعني ممكن إضافة مالهم للمنتخب ما كانتش بالشكل المأمول لهناء يوم يكون عندك في قانون الفيفا اللاعب يوم يوصل 18 سنة وعنده خمس سنين إيقامة في الدولة يقدر اللاعب يكون مجنس بكل سهولة خمس سنوات لازم تكون في إيقامة في شروط ثانية لكن بصفة عامة ما نحبوش نتعمقه كثير في الموضوع يعني لهناء نقدر نحصل لعبة مقيمين يعني جنسية إماراتية جنسية رياضية بالتبيعة نصيد منهم في المنتخب في سن صغير هذه الإيجابية التي نشوفها موجودة في القانون هذا لكن كابتن سامير يعني في نقاط مهمة جدا لازم أيضا يعني أعتقد الأندية عارفة فيها وإيضا شاهدنا تجارب عالمية كان فيها بعض اللغة بخصوص ليفربول أو تشلسي أو بعض الأندية العالمية التي لم يكن متوافقة مع هذا القانون نتكلم عن عملية وجود ضوابط من الفيفا في عملية وجود اللاعب في التعليم أنه يدرس في هذا الوقت من العمر إذا كان في السادس عشر أو الخامس عشر نتكلم عن وجود أعتقد بعض الأندية تم معاقبتها برشلونة على سبيل المثال أنه يجب يكون أيضا بشكل مستمر في التعليم مع ما هو والدي و أيضا يكون مستقر بإقامة أمور كثيرة يعني يحرص عليها الفيفا في عملية وجود لاعبين تحت الثمانتاشر سنة هذه كلافية كابتنا علي نقطة مهمة جدا لأنه هنا نطح موضوع لعيب القصر لعيب القصر كما نعف ونس كل اللي بعد الثمانتاشر سنة اللعب يحق له أنه يتحص على العقد وكما شوفنا التجابة الموجودة في الدولة اليوم ممكن أكثر أمس للعب خصص ممكن لعب شباب الأهلي يعني يجي في سن مبكرة ممكن بعقد يكون موجود لكن اللعيب القصر اللي هما نقول ونحن من فئة أقل من 18 سنة في شروط ثانية مهمة حتى على مستوى التجيل شروط ممكن معقدة شوي اللي هي ممكن لازم اللاعب يكون في شهادة تثبت أنه في مدرسة موجود شهادة تثبت أنه أولياء أموره موجودين في الدولة ليسبب ما هذه هي الجزئيات اللي موجودة على المستوى لكن التجيل ممكن يعني ممكن يعني إذي كان تصير هجرة كاملة للعب مع العائلة لظروف معينة وتواجد في الدولة في سن صغير من حقه يكون موجود في الدولة وطبعا بعد 5 سنين يعني إذي كان وصل لسن 18 سنة وعنده شرط لـ 5 سنين يقام في الدولة يقدر يتجنس آليا يعني هذه هو المعادلة الموجودة وطبعا فيه كثير اجتهادات من الفيفا الحين فيه تنقيحات كبيرة كابتن علي ممكن منحبش نبعد كثير على الموضوع فيه حتى اللاعب اللي ممكن يلعب الجنسية ثانية يعني ممكن يلعب في مراحل سنية في منتخب جنسية معينة ممكن يغير الجنسية ثانية في ضوابط معينة ممكن فائل آخر هذا راح نفتحوه ممكن مرة ثانية هذه صارت مع اللعب منير الحداد اللي يمثل منتخب إسبانيا اللي مباراة وحده وديو بعد ذلك ذهب في مشكلة مع الفيفا وتم الموافق على تمثيل المغرب بعد شد وجذب وأيضا مراجعة للقانون هذه راح نتكلم إن شاء الله عنها في حلقة أخرى لكن بالضبط كابتن علي وممكن نحن لإسراء الموضوع الحين في مثال كبير حين صار فيه جدل كبير هو لعب البايرن جمال مثال يعني لعب في المراحل السنية في إنجلترا من 15 16 17 22 18 سنة الحين قرر أو لاني يريد تمثيل المنتخب ألمانيا بالضبط بالضبط هذا صار فيه جدل كبير لكن القانونيين يقدروا لأنه ممكن نعرجوا بسرعة على نقطة قانونية مهمة جدا اللاعب يوم يلعب في بطولات يعني بالتصفيات مش بطولات كبيرة إذا كان أي لعب شارك في بطولة قرية رسمية كما كأس عالمه إلا بطولة قرية اللاعب خلاص معادي يحقله يغير كابتن سامير أعتقد أنه قطع ونعاود الحديث مع الكابتن سامير لكن الصوت عندك قطع الكابتن سامير أنا نسمع فيك 5-5 بسرعة كان الحديث عن اللاعب جمال مع باير ميونيخ الذي لأوصول مشتركة ألمانية إنجليزية وكان يلعب في إنجلترا والآن يحاول أن يمثل منتخب ألمانيا بالضبط بالضبط وفي نقطة مهمة أن اللاعب هذا يقدر يلعب التصفيات مثلا أنه أقل من 21 سنة إذا كان لعب كذا مباريات التصفيات ممكن يقدر يغير المنتخب بإنجلترا عادي لأنه لا لعب بطولة قرية كبيرة كما العالم وإلا بطولة أوروبا رسمية هذا مثال ممكن عشان نوضح للمشاهدين نقطة هذا فائل كبير وفيه كثير نقاط وفيه كثير نقاشات نشرح للجمهور أيضا لأنه ممكن تصير مع بعض الأنديل أنه أمثلة عالمية موجودة نتكلم عن ليفربول تشيلسي برشلونة عانا وكلهم من هذه المشاكل مع بعض اللاعبين لاختلاف أيضا قوانين الفيفا ما بين فترة وفترة يكون فيه تغيير القوانين بالضبط الفيفا قاعدت غير كثير وفيه تنقيحات كبيرة قاعدين يستفادوا منها كثير المنتخبات العالمية يعني ويمكن فيه حتى سياسة سكاوت واستكشاف مواهب شابة في سن صغير ويصير استقطابهم شكلا ومضمون بعائلاتهم ويصير التحقهم بأنديا معينة كما قلنا لأنه قبل الموضوع المطروح وموضوع القصر لكن التشريعات تحس تسهل الموضوع السكاوت وموضوع الانتقال من جنسية الجنسية أخرى رياضية كابتن سامير وجهة نظرك هل الأندية التي لا تنافس بشكل كبير هي تستفيد أكثر أو تشترك أكبر عدد من اللاعبين المواهب بالنسبة لسن 16 أو 18 في الفرق الأولى لأننا نعرف دائما الفرق التي تنافس على البطولة أو بطولة الدوري تتخوف نوع عمام من عملية إشراك بعض اللاعبين الصغار في السن أو لازم يكون لعب موهوب جدا حتى يشارك مع الفريق الأول بالضبط كابتن علي لهذا الملف هذا كما قلت لك فما فرق بين التشريع وبين الحاجة العملية التي سارة عنها على أرض الواقع لا لي شيء لأنه منطق الكورة اللاعب التالنت الذي لديه إمكانيات فنية كبيرة وفي سن إذا كان حصلوا لعب مقيم في ضوابة فنية كبيرة وممكنية فنية كبيرة ليش لا يكون موجود في فريق أول يعني بعد فترة زمانية نقوله خمسة سنين وإقامة في الدولة اللاعب هذا ممكن يتجنس يكون إضافة المنتخب المنتخب الإماراتي بصفة عامة نحكيه لهنا يعني كمشروع كتشريع يقدر يفتح آفاق أنه نحصنه من زودة لعبة المنتخبات لكن كبتن علي هنا نقطة ممكن لأنا وجهة نظر الشخصية أحب أن نشوفها أنا حاسس ممكن كلجنة فنية في الاتحاد لليوم لا نسمع منتخب ناشئين مقيمين يعني كبتن سبير أنت تطالب أن يكون في تجمع لللاعبين المقيمين المواهب أو كمنتخب للمقيمين على أساس أيضا تستفيد منها الأندية ويستفيد منها الاتحاد بما لا شك فيه كبتن علي لأنه في نقطة فنية اللي هنا أحب نحكي عليها كبتن علي ممكن طولت عليك يعني إذا كان اليوم في مرحلة 13 سنة عندك 4 لعيبة مقيمين يكونوا في الملعب موجودين مرحلة 15 16 17 عندك 6 لعيبة يكونوا موجودين في الملعب هنا تقريبا فئة كبيرة موجودة يعني كمشاركة لكن الشيء اللي ممكن نشوفه متناقذنا في الفريق الأول نجيبه في لعيبة مقيمين من خارج الدولة كبتن علي يعني بالشكل هذا إذا كان أحنا اللعب واللعيبة المقيمين في المراحل قريبا راح نقصه من فرصة لعب المواطن في المشاركة وفجأة في اللعبة في الفريق الأول نجيبه لعيبة مقيمين من خارج الحدود يعني في الفرصة كبيرة هذه بالتحديد يعني النقطة المهمة جدا التي تحدثت عنها لكن أريد أن أتكلم عن نقطة مهمة أيضا بحكم قربك أيضا من المراحل السنية وجودك في فريق 21 هل هناك قاعدة بيانات بالنسبة للعبين كم سجل كم مثلا بالنسبة للمدافعين كم كرة قطعها كم التحام عمل بالنسبة يعني الاتحاد شوف الشيء نذكر هناك نقطة مهمة جدا الموضوع الإحصال تحكين عليها كبير هنا هذه إدارة الفنية الموجودين في كل نادي كل نادي لديه الفلسفة وعند البرامج الموجودة كما نحكي على صفت وير وي شيء ثاني لكن هنا ممكن كاستات دقيقة نصور الأمور مهاجد دقيقة بالشكل كبير لأن ممكن المثال نحكي عليها شركة أوبتا اللي متعقدة معها رابط المحترفين في دور المحترفين كمجونة في إحصائيات دقيقة جدا تفيد بها الأطور الفنية والأندي على مستوى الإعلامي هذا هو المطلوب إذا كان يكون في قاعد إحصائها كبيرة التي نتصور لا يمكن أن تكون موجودة إلا على مستوى اتحاق يبغى إمكانيات اللاعب المقيمين اللاعب البارزين على مستوى الدولة يعني في كل مرحلة مثلا فريق 13 فريق 14 فريق 15 أكيد باش يكون ضبط وتكون في خريطة واضحة للعب المواهب اللي موجودين في الدولة وبالشكل هذا تصير متابعة يعني وممكن اللاعبين البارزين هذهم ليش ما تكون فيه بطولات بعد دولية عشان اللاعب تطور أكثر وبالشكل هذا ممكن نحصل منتج محلي اللاعب مقيم يكون عنده إمكانية فنية محترمة أنه يقدر يكون موجود في فريق أول لأنه اليوم كما تكرمت في بداية السوديو كابتن علي أعطيتني مثال الرفاعي حكينا على مثال بوناموس يعني الأمثلة للعيب المقيمين المتكونين في الدولة تتعدى على الأصابع يعني ما فيش عدد كبيرة فهمني كابتن علي هذه وجهة النظر التي نحب نوصل هنا كابتن سمير الشاذلي شكرا لك نتمنى لك التوفيق مع فريق الإمارات ل21 سنة كل شكر لك شكرا كابتن علي نقطة مهمة ذكرها لكابتن سمير أبو زياد الحديث عن دوري 12 و 13 7 إلى 8 يعني مقيمين أو 7 مقيمين بالتحديد نوصل لـ 18 سنة مقيمين اثنين نوصل للفريق فكرة كابتن سمير يعني تطرق لنقاط كتيرة ويمكن أكتر حاجة تلفت الانتباه ويمكن نرجو أن المشاهدين يركزوا عليها أو يعرف في أحوال قرار منها هو الفكرة أنك يعني تضع إيدك على العنصر اللي قابل للتجنيس في وقت مبكر يعني ده أكتر حاجة يمكن تباين أنها دي في أحوال القرار أو وراء إيه يمكن في مراحل العليا وزي ما قال يعني في كلامه عملية التجنيس اللي تمت على مستوى اللعيبة في المراحل الكبيرة يعني يعني يمكن نشوفنا على يعني بشكل شكل ميداني صريح قد إيه هل استفدنا كما يجب من تجالي وكايو وليمة يعني هل حسيت أن هم عملوا فعلا نقلة لمنتخب الإمارات في هذه المرحلة وضا لأنهم كانوا في مرحلة عطاء متأخر شوية نقدر نقول خريفهم العطاء الكاروي يعني تجالي دلوقتي غير تجالي من 3 سنين مثلا وحتى كايو يعني يعني عارف إحساسي للعب لو هو بيكون حق سقف طموحه عند هذا السقف تبدأ التعاقد معه ده يعني وضح بالتجربة العملية أنه هو ليس الوقت المناسب لوضع يدك على اللعب في مرحلة يعني تستفيد منه فيها فالوقتي أعتقد بيتم تدارك الأمر فيه استدراك للأمر واستعاب للتجربة بحيث يتم الاستفادة فعليا وعمليا وعلى المدى البعيد كخار استراتيجي بالنسبة للمقيمين والمواليد فإنت دلوقتي يمكن الجزئية اللي محتاجة معالجة في مرحلة متقدمة أنك ترفع عدد اللعيبة اللي ممكن يكون في المسابعة الأعلى بحيث يكون عندك قاعدة اختيار زي ما هي واسعة قوي في المراحل الدنيا 12 و14 لا أنت كمان محتاج في الفترة من 18 دي يكون في قاعدة يعني مش بالكبر لكن تكون كمان تخلاص انتقيت في مرحلة قبلها العيبة اللي أنت محتاجهم فعلا ويكونوا عناصر صالحة لك تجنسهم ويكون يعني يتقدر تستفيد بينهم من المسابعة للمنتخبين تحدث عن نقطة مهمة أخرى يعني ليش ما يكون فيه تجمع لمنتخب للمقيمين تستفيد انت تختار لعبين ممكن يفيدون ايضا في فرق في منتخب ايضا صراحة افكار اطرحها كابتن سمير افكار رائعة و جميلة جدا كابتن سمير موجود في الامارات وعايش التجربة من بدايتها سواء قبل او بعد قرار المقيمين والمواليد وتكلم عن نقاط مهمة جدا النقاط مثل هذه هي اللي يجب الرابطة او الاتحاد يستفيد منها لان هذا الناس الفنيين مثل كابتن سمير كابتن سمير انسان فني صاحب تجربة صاحب خبرة وصاحب علم ودراسة وفاهم وطرح قبل ما تكلم النقطة هذه طرح نقطة مهمة جدا وتبين لك سبب الفراغ والقاب الموجود اليوم قال لك ان هذا اللعبين المقيمين يأخذون مكان لعبين مواطنين في المراحلة الصغيرة وعددهم كبير وفي الآخر حرمنا حرمنا اللعب المواطن من فرصته ولا لاعب المقيم هذا استفدنا منه لان احنا في اغلب الحالات 90% 50% من الحالات مقيمنا يكون مستورد ما يكون مقيمنا من الناس الموجودين اللي احنا ربيناهم في النادي واللي احنا حرمنا لاعبين مواطنين فرصة وعطيناهم فرصة فبالتالي تكلم هذه النقطة يمكن اليوم نتكلم عن شح المواهب في الفترة الأخيرة تعطيك أحد أسباب شح المواهب المواطنين الموجودين فيها بالتالي لابد أننا اليوم هاي الأفكار مثل هاي من الناس الميدانيين أصحاب التجربة وصحاب الخبر لابد أن نستفيد منهم وليابد أن نستفيد منهم وياريت أن تكون هناك في لجنة حتى من الناس مثل كابتن سمير الناس اللي يعملون في المراحل السنية الناس الفنيين أصحاب كذا الاستفادة من تجاربهم لأنهم هذين في الميدان هذين 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 اللي يعني عايشين الواقع بالإضافة الكابتن سمير ما شاء الله عليه اليوم عند التجربة وعند معرفة بالقوانين القصر قوانين الفيفا المشاكل التي صارت في الاتحادات الأوروبية التي سابقنا في هذه المسألة التجربة جديدة من صار لها سنوات بسيطة التجربة عالميا موجودة وهناك مشاكل قانونية ذلك يجب أن يتعاون الاتحاد مع الاندية تكون هناك عملية شرح ورشة للقوانين الموجودة نحن شفنا اندية عالمية تعرضت لنقوبات الرابط حتى في بيانة قلت بعد دراسة الجوانب القانونية لأن هناك أمور قانونية خطيرة قد يتورط فيها النادي قد يتورط فيها أنا شفنا تشيلسي تعرض لإيقاف لفترتين برشلونة أيضا ومشكلة لمسية وأن يقول لك أن هناك لعبين تجيبهم مبساكنين مع أهاليهم وهذا أدى إلى مغادرة مجموعة كبيرة من اللاعبين من أكاديمية برشلونة ليفاربول أيضا فترة من فترة فهذه نقاط كلها نقاط لابد أن توعية الجميع فيها في معساس أن يكون القرار هذا التطبيق لا يكون هناك عدم وعي وعدم معرفة بالجوانب القانونية المهم جدا فيه الآن الجوانب الفنية والجوانب العملية هذه مقدور عليها لكن بعض الأمور القانونية تأخذنا إلى نفق مظلم ونفق غير جيد النقطة التي تكلمت عنها وهي نقطة أن نكون منتخب أو تجمعات لللاعبين هذه فكرة طيبة جدا اليوم إذا كانت الأعداد عندنا كبيرة وكانت المواهب عندنا كثيرة وقد لم تحصل فرصتها لبعض المواهب وبعض المواهب تتأخر في النظج وفي الظهور وفي البروز شفنا بعض اللاعبين يمكن تأخر بروزهم إلى 16-18 لكن قبل ما كانوا بهذا الظهور طبعا ما بالكل لكن نتكلم عن البعض فبالتالي اليوم في حالة وجود تجمعات لهذا اللاعبين نحن لا ننتقص منهم ولا ننظرهم من نظرة ثانية هذين أبنائنا في الآخر هذين موجودين معنا هذين يدرسون مع أبنائنا في المدارس عايشين بيننا أهالهم وعائلاتهم جزء من المكون الرئيسي لمجتمع الدولة الإمارات بالتالي هم جزء من دولة الإمارات بالتالي اليوم حتى لو تشكلهم نحن شاهدنا في بعض الدورات الودية أن هناك منتخبات للجاليات فرق للجاليات موجودة بالتالي اليوم تشكلهم بشكل فريق أو أكثر ويكون نظام تجمعات بحيث أن إذا كانوا فعلا مواهب مواهب فعلية ومواهب ممكن تفيد كرة الإمارات أن تظهر من خلال التجمعات أنا أقول لك قد لا يكون كلهم موجودين في أنديتنا يمكن أن يكون بعضهم في أندية خاصة في أكاديميات خاصة في أكاديميات تجارية اليوم منتجرة في دولة الإمارات وعددها كبير جدا وفيها آلاف الأطفال من مختلف الأعمار هل مثلا احنا أو الناس الفنيين في الأندية أو الاتحاد على الطلاع بالموجودين هناك يمكن قد يكون البعض منظومة رسمية بقوانين بتشريعات بشكل رسمي تحت إشراف اتحاد الإمارات أو لجنة المسابقات التي مختصة بمسابقات المراحل السنية ويكون هذا وتكون مجال خاص للأندية للاكتشاف هذه المواهب اليوم نحن في مواهب غايبة كثيرة بالتحديد الأكاديميات بو زياد في أكاديميات المانشستر يونايتد أو أندية أوروبية أخرى هل في قاعدة بيانات ممكن تستفيد من اللاعبين الموجودين أو المواهب الموجودة في هذه الأكاديميات لا لا أعتقد أنا شايف أن فعلا يمكن النوت تطرق لها الكابتن سامير وقال أن البيانات يعني دائما عايزة جهة كبيرة ترعاها أو تكون قائمة عليها زياد تحضر كرة بالذات من خلال شركة متخصصة الأندية يمكن تكون حتى في المراحلة بالذات صعب تكون مركزة لها بشكل عالي يمكن لأبناء البلد يعني يكون فيه وعي بالمجزئية دي قاعدة البيانات يتابعوا فيه اللاعب من مرحلة دنيا لمرحلة عليا لكن زي ما قال أبو خليفة كمان من شوية أنت الأكاديميات دي والفرق الخاصة والأندية اللي بتعد العيبة حتى على أنطق واسع بما فيهم موطنين وغير موطنين في الأكاديميات الأجنبية بالذات اللي على الأرض الدولة أنا ما فكرش دي تحت مرأة أو عيون الاتحاد الكرة أو الجهات اللي ممكن تحقق فايدة منهم بشكل مبكر لذلك أنك تكون فريق أو تكون منتخب منهم وتشركه في مسابقات محلية هيبقى يعني يعني طافرة كبيرة جدا ورؤية بعيدة وزكية جدا أنك تستثمرها في وقت مبكر في هذه المراحل يعني أنا أعتقد أنه لازم تكون الرؤية كاملة وشاملة بالنسبة للمشروع ده ما يبقاش مجرد يعني المشرع لما يعني رئيس الدولة لما عمل التسريع بتاع الموليد والأبناء والمقيمين النظرة كانت استراتيجية جدا للقرار لم يتم استثمرها كما يجب حتى الآن يعني بدايتها دلوقتي مع القرار ده لكن المحتاج بقى يكون القرار ده يعني فيه رؤية عريضة وشاملة للديموغرافيا بتاعت الإبارات والتركيبة السكانية أنت محتاج إيه بقى عشان تشوف المشهد بالعرض كله بانوراما كده تشوف إذا تستفيد من كل يعني فساق كتير كده وتحس أنه متوزع لكن عايزة يكون شايف المشهد ويجمع كل الحكاكات دي مع بعضها بحيث أكبر يعني فايدة ممكنة أنا شايف أن يكون دولة مجمعة يجمع بوجود منتخب أو بوجود فرق بتمثل الجاليات هيعمل كتير سرق للقاعدة التي هتنتقل منها بعد كده عناصر تقولها جنيسها تقولها خليها لها حضور أرفع بها عدد اللعيبة في مراحل العليا بعد كده يمكن دلوقتي إحنا ليه يمكن برضو الكنقاط اللي تم إسرطها أن تم التجنيس أو الرؤية للعيبة اللي هم ممكن يتتعاقد معهم كمهمين من خارج الدولة ما شفتش اللي موجودين لأن القرار لسه جديد ما عندكش لسه يعني عدد تختار منه فأنت دورت على الجاهز وتعاقدت معك ما لو كان لعب مجنبي فأعملك يعني يعب زيادة مديا معنى المفروض على المدى البعيد يعمل لك وفر ترام عندك عناصر من قاعد تحت رمما ننتقل للمحور الأخير في برنامج ملعبنا ومع مرور الجولات وازدياد حماس المباريات بدنا نلاحظ الزيادة نكهة مغايرة رغم القيود والإجراءات إلا أن عشاق الأندية ما زالوا يقفون خلف فرقهم في الدور الثاني نتمنى أن يزداد الحضور الجماهيري وأن يصل لأقصى معدلاته وهو الأمر الذي يخدم منتج دوري المحترفين بصورة كبيرة تدريجياً بدأنا شيئاً فشيئاً نستعيد البريق المفقود عن مدرجات مسابقاتنا المحلية فاكهة المباريات سوى اللاعب رقم 12 أي أن كان المصطلح المناسب لهم وجودهم يعطي رونقاً آخر للمواجهات منذ جولات في دور المحترفين بدنا نلاحظ تزايد أعداد الحضور الجماهيري في بعض المباريات ليس جميعها بالطبع على سبيل المثال اللوحة الجمالية التي رسمها أوفياء الملك والأمة العينوية قبل أيام في المدرجات البيضاوية كان لها الأثر أن يظهرك لسيكو الكرة الإماراتية بطابع مغاير بينما الشعارات التي ترفعها الجماهير ويطلقها عشاق الفرق في مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخرى تطفي نوعاً من الإثارة والندية على المواجهات ما قبل وبعد بدايتها وهنا الحديث عن الإيجابي منها لا سلبي بالطبع الرابطة بدورها سعت إلى تحسين تجربة حضور الجماهير في الملاعب من خلال العديد من المبادرات التي يتم تنفيذها حالياً أو سيتم إطلاقها قريباً وذلك وفق استراتيجية تؤكد الحرص على زيادة الإقبال على الحضور في الملعب نفسه وهو ما تجسد مؤخراً بالحضور الجماهيري الكبير على تخصيص جائزة الجماهير تقدر بسبعة ملايين درهم مقسمة على جوائز دورية كل ثلاث جولات وجوائز موسمية توزع على الأندية حسب ترتيب معدلات الحضور الجماهيري في دور أدنك للمحترفين من جانبها بعض الأندية كالشارقة والعين والوحدة تقدم المبادرات المتتالية لجذب الجماهير وهو ما يساهم في رفع الروح المعنوية وتحفيز اللاعبين قبل كل شيء سباق الجماهير الذي أعلن عنه سابقاً فيه يتصدر أشاق الزعيم المركز الأول في الجولات الثلاث الأخيرة وهو تطور طبيعي بحكم صدارة العين لجدول الترتيب أي أن كانت الإحصائيات تواجد الجماهير هو المطلب وهو ما يرفع من أسهم منتج مسابقاتنا المحلية وبعض المباريات نريد نسيانها كونها افتقدت لهذه الروح كمواجهة العميد والعنابي بالجولة الأخيرة التي جاءت بحضور محرج لعشاق الفريقين ترجمة نانسي قنقر بالحديث عن الحضور الجماهيري بالتحديد نفدت مباراة الشارقة و شباب الأهلي بالنسبة لجمهور الشارقة وأعتقد أن المكان المخصص لجمهور الشارقة 70% مقابل 30% بالنسبة لجمهور شباب الأهلي بخليفة هذه نقطة أيضا فيها الكثير من الثلاثات بالنسبة لناد العين الذي كان يطالب بـ 50-50 لكن حضور جماهيري كبير في الفترة الأخيرة على الرغم من صعوبة قيود كورونا وأيضا الوضع الصحي الموجود لكن الجمهور متواجد بكثرة في الفترة الأخيرة مع التسهيلات الموجودة من الأندية والدولة بنفسها في عملية الفحوصات الموجودة لدخول المباريات صحيح لكن عليم لا أعتقد أن الحضور بالشكل الكبير نحن هذه المباراة و بعض المباراة الوصل فيها بعض المباراة بعد تغيير مجلس الإدارة كان فيها حضور لكن الحضور الجماهير يتأثر كثير بالإجراءات الإحترازية وهذا شيء طبيعي اليوم من ناحية العمر و من ناحية الفحوصات و الفحوص البي سي ار لقبل المباراة وهذا الشيء نرى أندية بدأت تتحمل تكاليف فحوص البي سي ار للجماهير في سبيل مساعدتهم في الحضور لأن الحضور الجماهيري مهم جدا والحضور الجماهيري يعطي رونق للإمباريات و شجع اللاعبين و شفنا هذا الشيء هذا تسهيل من الأندية لأن الدولة موفرة فحوصات مجانية في كافة إمارات الدولة لكن أعتقد من باب تسهيل بالنسبة للإمباريات اليوم حتى في إمبارات المنتخب كان يعطي فحوصات كتسهيل يعني يعطي فحوصات مجانية لحاملين التذاكر في إمباريات و اليوم الأندية تقوم بهذا الشيء هذا لكن يمكن المستوى الفني للدوري الذي لم يرتقى إلى شكل المطلوب إلا في آخر جولتين أو ثلاث يعني بعض المباريات هذا كأثر كثير على الحضور الجماهيري ولحظنا كذلك غياب جماهيري لبعض الأندية المفروض تكون جماهيرية مثل الوحدة مثل الأهلي الوصل أيضا الوصل لا عاد الجمهور ما كان غايب وعاد أو بدأ يعود من الفترة الأخيرة لكن بعض الفرق المفروض يكون حضور جماهيري وكان حضور جماهير مميز في السنوات الماضية فبالتالي اليوم نتمنى أنه اليوم اطلقت الرابطة من جهتها يعني مبادرات الحضور الجماهيري نتمنى الأندية كذلك تقوم بهذا شيء هذا اليوم نغاب عن المبادرات التي كانت تطلقها الأندية إلا فيما ندر اليوم في سبيل الحضور الحملات التي تحدث قبل المباريات الجماهيرية أو مباريات مهمة للشحن الجماهير والحضور ممكن تم الاستعاضة عنها بالوسائل التواصل الاجتماعي نرى قبل بعض المباريات المساحات المفتوحة في تويتر ينشاهد كثير من المناوشات وهذا شيء جميل اليوم مدام نحن في أعطار أنا أتمنى أن هذه المناوشات تنتقل للتشجيع في أرضية الملعب نتمنى أننا لا نبقى من وراء الكيبورد ومن وراء جاهز الهاتف ونكتب لا نتمنى أننا نعظر ونبقى نرى اللفتات التي تصير في الملعب نرى الأمور التشجيعية الجميلة التي تتنافس فيها الأندية في الملعب في الدور الثاني إن شاء الله أبو زياد كلمة مهمة ذكرها أبو خليفة أن الرابطة تقوم بحملات ترويجية والحديث عن كل ثلاث جولات في مبالغ كبيرة تصل إلى 7 مليون درهم من ناحية المبالغ المالية كجواز و أيضا سيارات مطلوب الأندية أيضا مثل ما قال أبو خليفة أن تشاهم في عملية الترويج للحضور الجماهيري العنوان يقول أنها سباق للجماهير لكن لو دورت عليها في حوال حقيقية ستلاقيها سباق بين إدارات الأندية في إزاي تحتوي جماهيرها وتستقطبهم وتعدهم للملعب تاني يعني يمكن فيه سوابط وفيه متغيرات في الموضوع المتغير المبادرات الجديدة التي تحفز الأندية وتحفز جماهيرها لكن كمان أنا شايف أن هناك سابط أكبر من ده كله أن فعلا أنت عندك زيارة إحجام جماهيري بالأساس فأنت عشان يعني تعيد الأمور لنصابها وتعيد الجماهير محتاج تتكيف مع متغير تاني دخل على الخط وقاله كتير وأزعجنا كثيرا وهو متغير كورونا أنت محتاج يعني مع هذا الشرط القاسي أنك تعمل تتكيف وتعمل عودة للجماهير بمبادرات أكبر وأكبر وأكتر غذارة يعني فأعتقد أن المرحلة القادية يمكن تكون ما بين كورونا وعودة أوميكرون بالمتحور يعني عمل عملك يعني شد وقذب فإن شاء الله تكون المحاصلة في صالح الجماهير وفي صالح إدارات الأنداف هنا أستخطب الجماهير أكتر إن شاء الله سيد طياد دين علي شكرا لك الله يخليك سيد أحمد خليفة حمد شكرا لك الله حيك شكرا لكم أيضا مشاهدين لمتابعة هذه الحلقة من برنامج ملاعبنا كنوا على موعد في قادم الأيام إلى اللقاء اشتركوا في القناة